السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي اخبار كريم واللي بنتكلم فيه في هذا الفيديو عن ان الشحاب بيحصل للمشاركة التهديفية لقم 15 في هذا الموسم بعد ان هزى شباك سيراميكا كلبطر تخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل هذا الخبر فواصل النجم الكبير حسين الشحات لعب النادي الاهلي مشاركته في الاهداف لفريق النادي الاهلي خلالها الموسم الحالي سواء التسجيل او الصناعة وفاز نادي الاهلي على سيراميكا كلبطر بهدف مقابل لا شيء في الجولة 27 من الدوري العام المصري وسجل الهدف النجم الكبير حسين الشحات وجه الهدف في الدقيقة 56 بعد مروغة رائعة لدفاع فريق سيراميكا كلبطراء وتزديده في الشباك ويعد هذا هو الهدف الثاني لحسين الشحات في الدوري العام المصري في هذا الموسم كما هو الهدف رقم 7 في مختلف البطولات في الموسم الحالي ايضا بواقع هدفهم في الدوري وهدف في كاس العالم للاندية واربعة في دوري ابطال افريقيا وهي المشاركة التهديفية رقم 15 لحسين الشحات في هذا الموسم بعد ما سجل 7 اهداف وصنع 8 اهداف اخرين عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على ان الشحات بيصل للمشاركة التهديفية رقم 15 في هذا الموسم ففي النهاية النجم الكبير حسين الشحات لاعب كبير جدا ولاعب مهم جدا للمدير الفني سواء كان مارسي القولر او في بطولة دوري ابطال افريقيا هو لاعب مهم جدا وايضا بطولة الدوري العام المصري وبطولة كأس مصر وبطولة كأس الربطة وبطولة السوبر المصري وبطولة السوبر الافريقي واي بطولة بيشارك فيها النادي الاهلي حسين الشحات من اللعبة المهمة جدا ومن المفاتيح التي بيعتمد عليها مارسي القولر في الفترة الاخيرة وهناك سنائية واضحة جدا ما بينه وما بين النجم الكبير محمود قهربا هما الاتنين ما بينهم سنائية رائعة وده يقدر يستغله النادي الاهلي في المباريات القادمة فالنادي الاهلي امامه مباراة مهمة جدا ومباراة مصرية في بطولة دوري ابطال افريقيا سواء كانت مباراة الزهاب او مباراة العودة كما ان النادي الاهلي قدامه عشر مباريات مهمة جدا في هذا المصري ايضا في بطولة الدوري العام المصري كما انه قدامه مباراة كأس مصر اللي هيبدأ فيها بمباراة فريق منتخب السويس وبعد كده هيواجه مباراة مهمة جدا في بطولة كأس مصر فما زال امام حسين الشحات ايضا فرصة في بطولة كأس مصر انه هو يسجل العديد من الاهداف كما انه قدامه فرصة كبيرة انه هو يسجل في مباراة الوداد المغربي سواء في مباراة الزهاب او مباراة العودة وكان عملها قبل كده في مباراة الزهاب في البطولة الماضية على ما اعتقد او البطولة اللي قبلها فحسين الشحات زي ما قلنا من اللعبة المهمة جدا في الفترة الاخيرة طبعا كلنا عارفين حسين الشحات لعب في النادي الاهلي من فترة طويلة بعد ما جه من نادي اماراتي وكان من اغلى لعبي النادي الاهلي اللي جم في الفترة الاخيرة وكان عليه كلام كثير جدا انه هو مش فايد النادي الاهلي في المباراة اللي دايما بلعبها ولكن بدأ يظهر في بطولة دولة ابطال افريقيا في هذا الموسم وفي بطولة كاس العالم للاندية في هذا الموسم برضو اللي الاهلي حصل فيه على المركز الرابع وفي بطولة الصبر المصري وفي بطولة كاس مصر فهو من اللعيبة التي دائما ما تكون حاضرة في المباريات الكبرى للنادي الاهلي امام الفرق الكبرى سواء كان نادي زمالك او نادي بيرامدز او اي فريق قوي زي فريق فيوتشر مثلا في الدوري العام المصري ففي النهاية بنتمنى التوفيق لحسين الشحات في الفترة المقبلة ويقدر يسجل في مباريات دوري ابطال افريقيا ومباريات كاس مصر ومباريات الدوري العام المصري المتبقية حتى يثبت اخدامه في تشكيل المدير الفني القدير مارسل كولر عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين